رحبت مصر بقرار كل من نرويج وإيرلندا وإسبانيا لاعتراف رسميا بدولة فلسطين في خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودعت مصر في بيان لوزارة الخارجية الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى المضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطين إعلاء لقيم العدل والإنصاف ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود وتمكينه من إقامة دولته المستقلة هذا وجددت مصر المطالبة لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل الفوري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة ووقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في القطاع لا سيما في مدينة رفح الفلسطينية اشتركوا في القناة